السلام عليكم ومرحبكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات عن حياة الارض كيزاكو اللي كنتم في الدراسات للجيولوجيا وخاصة ظاهرة التحول وعلاقتها بدينامية الصفائح كنا اقترحنا لكم فيديوهات السابقة مجموعة من المحاور وشفنا التحول مناطق الاستيضام ومناطق الضمر وايضا عوامل التحول والفيديو السابقة كنا درسنا جوجد المفاهم اساسية اللي هي المعدن المؤشير والمتتالية التحولية الآن سوف نشوفوا الشيء المفاهم الجديد وهي سحناة التحول والسلسلة التحولية على اساس الفيديو اللاحقة سننهيوا هذه الدراسة للتحول بدراسة أنواع التحول وهي تحول حراري والتحول الدينامي حراري وبالتالي فيديو الرقز على دراسة سحنات تحول والسلسلة التحولية بلا يعني بسحنات التحول ففي دراسة سحنة التحور نأخذ الميبيان التالي وهو ميبيان في ثلاث محاول المحور الأول خاص بدرجة الحرارة الثاني خاص بالعمق والثالث بالضغط بالميجا باسكال فبالتالي عندنا مجموعة من العناصر داخل الميبيان اللي قد نأخذها الآن وقد نحاول بأننا نفهم مدى نعني بالسحنة فكل مجال من هذه المجالات لقسمناها الآن نسميه سحنة وبالتالي بغي نخرج المفهوم دير السحنة انطلاقا من هذا الشيء لدناها لحد الآن عدنا مجال أول ما الذي يحدد هذا المجال هذا الحدود ديره عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن تقاطعات دير الضغط ودرجة الحرارة وبالتالي كل مجال اللي عنده حدود يضم داخله درجة ضغط وحرارة محددة وبالتالي فالسحنة البساطة هي مجال من الضغط والحرارة ماذا تلقي في هذه المجال الدغط والحرارة تلقي مجموعتي من المعادن مثلا مجال الأول تلقي في معادن الجلوكوفان زائد معدن البيجادي زائد معدن الإبيدوت بالنسبة للمجال الثاني تلقي في الأكتينوت ثالث تلقي في أيضا تلكلوريت المجال الثالث قلقوا في أساس المعادن دي السيريكاتات الأليومين اللي هي الأندلوسيت والديستان والسليمانيت ولكنا شفناها سابقا وشفنا كيف يمكن أن نمر من معدن إلى آخر والمجال الثالث هو يتوفى على معدن البجادي ومعدن الجديد إذن سحنات التحول على هذا الاعتبار عبارة عن ماذا فلاحظتم المعادن الخاصة بهذا المجال غير موجودة في المجال الثاني أو المجال الثالث أو المجال الرابع إذن كل مجال من المجالات اعتبرناه سحنا أو سميناه سحنا وقلناه هو مجال من الضغط والحارة شنو كان داخل هذا المجال كان فقط مجموعة من المعادن التي تكون مستقرة داخله كل مجال عنده مجموعة من المعادن اللي هي كتبان فقط داخل هذا المجال وإلى خرجنا من هذه الحدود في اتجاه اليمين أو اليسار أو الأعلى أو الأسفل فإن هذه المعادن لا تعاود الظهور ويتم تعاودها بمعادن جديدة ما هو الفرق بين هذه المعادن اللي عدنا هنا والمعادن الجديدة وهي أننا غيرنا ظروف الضغط ودرجة الحرارة داخل كل مجال فنسمي بالتالي كل مجال سحنا اللي هي عبارة عن مجال من الضغط والحرارة يتوفر داخله على مجموعة من المعادن الخاصة به بحيث أنها لا تكون مستقرة إلا داخله كل صخور التي هي موجودة داخل هذه المجالات لأنه بطبيعة الحال مدى ما عندنا مجموعة عيدانية إلا أن هناك صخور تضم هذه المجموعة العيدانية كل الصخور اللي عندنا هنا هي عبارة عن صخور متحولة لكن شيء مهم جدا والخصنا العقل عليه بالنسبة للسحنة وهو أن هذه الصخور لها ميزة أساسية وهي أنها ممكن أن تكون قاعدية أو حمضية من حيث تركيب كيميائي كما يمكن أن تكون ذات أصل صهاري أو ذات أصل رسوبي في القيناة صخور متحولة ذات أصل صهاري اللي ذكرتوا القيناة على مستوى مناطق الضمر وهي عبارة عن القشرة المحيطية المنغارزة التي تتعرض عند انغرازها لظروف تحول معينة من الضغط ودرجة الحرارة نفس الشيء بالنسبة للأصل أو صخور متحولة ذات أصل رسوبي فالقيناة تميز مناطق الاستيضام وهي شيست ميكا شيست وغنيس وأنها تخضع في مناطق الاستيضام لظروف من التحول مختلفة عن الصخور السابقة على شكل ركزوا على هذا الشيء هذا لأنه سيخلقنا الإشكال في تسمية هذه السحنة فكل قامت هنا سحنة الشيس الأخضر سحنة الشيس الأزرق سحنة الأنفيبوليتات وسحنة الإيكلوجيتات فإلا تذكرتوا هذه الأسماء الشيس الأخضر والشيس الأزرق والإيكلوجيت فكذلك لكم مع الصخور متحولة بمناطق الضمر وهذا خطأ فقط كاتفاق أعطينا أسماء هذه المجالات أو السحنة حسب الصخور متحولة ذات الأصل القاعدي الموجودة داخلها للقول بأنه سحنة الشيس الأخضر لا تضم داخلها فقط صخرة الشيس الأخضر لفيها الأكتينوت والكلوريت ولكن تضم جميع الصخور متحولة كيفما كان أصلها وكيفما كان تركيبها الكيميائي الأصلي وكيفما كانت المنطقة التي تنتمي إليها سواء منطقة استضام أو منطقة طمر أو أن يكون أصلها رسوبي أو صهاري لا يهم المهم هو أنها تتوفر على هذه المجموعة العيدانية نفس الشيء بالنسبة للشيس الأزرق لا يضم داخله صخرة الشيس الأزرق ولكن جميع الصخور متحولة بشرط أن تكون داخلها هذه المجموعة العيدانية وهي غلوكوفان بجادي إبيضوت ونعودها بالنسبة للسحنات المتبقية وهي الأنفبوليتات والإيكلوجيتات ولهذا نقول بأنه لا تعبر أسماء السحنات عن أسماء صخور متحولة بعينها بل عن مجموعة من الصخور متحولة بشرط أن تتوفر على نفس المجموعة العيدانية المستقرة داخل هذه السحنات التي تعتبرناها فقط مجال من الضغط ودرجة الحرارة إذن مدم أن هذه الصخور تضم نفس المجموعة العيدانية ونحن شفنا سابقا بالنسبة للمعادل المؤشرة هذه كاملة معادل مؤشرة لماذا؟ لأنها تشير إلى درجة الضغط وحرارة مضبوطين ومحددين كيخرجها من المجال وكيدخلها داخل مجال آخر الأكتينوت كمثال قد يلقاه فقط في هذا المجال لأنه يحترم ظروف الضغط ودرجة الحرارة اللازمة لتشكيله وهي ظروف المكينش في مجالات أخرى فلهذا نقول بأنه هذه المجموعة العيدانية تشكلت في نفس ظروف التحول وبالتالي جميع السخور متحولة المختلفة لكن داخل كل مجال إذا توفرت على نفس المعادل فهذا يعني أنها خضعت لنفس ظروف التحول وذلك بطبيعة الحال بغض النظر عن أصلها وتركيبها الكيميائي وكذلك موقعها شنو كان لدي موقعها؟ أي ممكن أن يكون منطقة استدام أو منطقة تمر ثم لاحظتم عندنا وحد الخط لدينا هنا متقطع بالأحمر فهو يشير إلى أنه إلى زناء في درجة الحرارة أو زناء أيضا في درجة الضغط فكتبقى السخور كالتحول من سحناء إلى أخرى ولكن تصل إلى منطقة اللحظة هنا بدينا تقريبا ب700 درجة سيسيوس إلى غير 900 درجة سيسيوس فبالتالي يكون عندنا هنا الإنسهار وكنت دخل إلى مجال الجرانيليتات والمنحنة اللي عندنا هنا هو يعبر فقط عن الخروج من مجال الإنسهار للجرانيليتات إلى مجال التصلب وبالتالي نسميه منحنة تصلب الجرانيت بالتالي في هذا المجال هذا ما كندخلوش مع السحنات التحولية لأنه بدينا كندخله في مجال الإنسهار يبدأ عندنا إنسهار جزء هنا ويكمل إنسهار كله في الاتجاه 900 درجة سيسيوس فما فوق كيفاش أن غربت سحنات تحول بالسلسلة التحولية فقد ناخد نفس المبيان السابق وقد ناخد المثال الأول فالمثال عندنا سخور متحولة بسلسلة جبلية حديثة ومحددناها شهل هي سلسلة طمر أو سلسلة استضام لماذا؟ لأن دراسة السلسلة التحولية والسحنات التحولية كي مكننا من تحديد نوع سلسلة جبلية حديثة هل هي طمر أو استضام إذن سخور متحولة بسلسلة جبلية حديثة فأختاروا ثلاث سخور السخرة الأولى فيها أكتينوت وكلوريت السخرة الثانية فيها غلوكوفان بجادي إبيضوت والسخرة الثالثة فيها البجادي والجاديت كمجموعة عيدانية مميزة لهد السحنة الإكلوجيت الآن ما الذي سنجده هو أن نوضع هذه المعادن المؤجرة فغل القوءة تنتمي إلى سحنة الشيس الأخضر بي تنتمي إلى سحنة الشيس الأزرق والسي تنتمي إلى سحنة الإكلوجيتات على ماذا يدعو هذا؟ هذا يدعو على أنه بالإمكان أن نمر من سحنة الشيس الأخضر إلى الشيس الأزرق إلى الإكلوجيتات في نفس المنطقة التي فيها هذه السلسلة الجبلية الحديثة وهذا يعطينا المفهوم للسلسلة التحولية ماذا يعني بالسلسلة التحولية؟ لك أنت عندنا هو هذا السهم فمرنا من سحنة إلى سحنة ثانية إلى ثالثة وبالتالي فهي فقط متتالية من السحنة التحولية التي مرت منها سخور المنطقة ولماذا ندرسه السلسلة التحولية؟ لأنها تمكننا من التعرف على تغيرات الضغط والحرارة التي عرفتها المنطقة ومن اللي نعرف هالتغيرات الضغط والحرارة التي عرفت المنطقة فكيمكن نعرف بالتالي العام الأساسي الذي تدخل في التحول بالمنطقة وهو الضغط إذا نريد أن نمشي من A إلى B إلى C ممكن أن نمشي بهذا الاتجاه وبهذا المنحة بمعنى أننا نزيد بالأساس في درجة الضغط وبالتالي فيما كنا نلقى العام الأساسي ديال التحول فكنا نقدر نخرج نوع التحول ومنه كنا نقدر نخرج نوع السلسلة الجبلية وهذا الأنواع ديال التحول وعلاقتها بالسلسلة الجبلية والمنطقة التي حدث فيها هذا التحول فهذا هو الهدف ديال الفيديو المقبلة سوف نأخذ المثال الثاني فهذا المثال سوف نأخذ صخرة واحدة اللي هي فيها معدن الأنفيبول فقط ونسميها صخرة الأنفيبوليت في صخرة الأنفيبوليت أساس تشكلها هو توفر معدن الأنفيبول اللي هو المعدين اللي درنا هنا بلون أخضر فبالنسبة لهذه الصخرة من اللي جي ندرسنا هذا المعدين ديال الأنفيبول وبغينا نعرف ما هي درجة الحرارة والضغط التي تشكل عندها باعتباره معدن مؤشر فلقينا بأن هناك اختلاف لقينا أنه عندنا في بعض النقاط اللي قد ندرسها داخل هذا المعدين ديال الأنفيبول مثلا النقطة A تشير إلى أنه هذا المعدين تشكل عند ظروف 4 كيلو بار و 320 درجة سيسيوس لكنه عندنا أيضا في النقطة B يشير إلى 8 كيلو بار و 660 درجة سيسيوس والس 5.6 كيلو بار و 450 درجة سيسيوس كيف نفسر هذا الاختلاف في الظروف ديال التحول التي حافظ عليها؟ لا ننسوش بأنك رجع دائما إلى مفهوم المعدين المؤشر لهو ذاكرة للظروف ديال التحول التي مرت منها الصخرة في المثال السابق كان نخذينا ثلاث صخور مختلفة الآن نخذينا صخرة واحدة ولكن بللنا داخل معدنها أو معادنها أنها تحتفظ بمعطيات مختلفة حول ظروف التحول التي مرت منها الصخرة فكيكون مطلب منكم هذا كان موضوع ديالامتحان وطني كيكون مطلب منكم أنكم تعرفوا ما الذي حدث في هذه المنطقة وتحددوا بالتالي نوع التحول ومن بعد منها نوع السلسلة الجبلية سنخدم مثلا النقطة أو سنحاول أن نوضعها في الميبيان فكتجي عندنا في هذه المنطقة التي تنتمي إلى سحنة الشيست الأخضر وبالتالي الصخرة ظهرت تقريبا عندها 15 كم أو أكثر بقليل النقطة بين نفس الشيء سنحاول أن نوضعها في هذه الميبيان فكتجي عندنا في سحنة الأومفبوليتات وفي عمق تقريبا يفوت بقليل 30 كم أما النقطة الصي فكلقاها أنها دائما في سحنة الأومفبوليتات ولكنها عند عمق الذي يقارب 20 إلى 22 كم فكيف نفسر هذا الاختلاف؟ على الأقل كملاحظة إذا مشينا بالترتيب النقطة A ثم B ثم C فكلاحظوا أننا سنجزوا من مجال سحنة الشيست الأخضر إلى سحنة الأومفبوليتات وبالتالي كان مطلوب مننا تحديد نوع السلسلة أو اسم السلسلة التحولية فهي سلسلة التحولية ماذا؟ هي الشيست أخضر ثم انتهاء بأومفبوليتات أيضا هذه العملية التي قدرناها الآن من A إلى B إلى C فإضافة إلى تحديد نوع السلسلة التحولية فيمكن تعطينا ما الذي حدث في هذه المنطقة بالنسبة لهذه الصخور الصخور تشكلت أو ظهرت أولا عند عمق ديال 15 كم تقريبا ثم ظهرت من جديد عند عمق 30 كم ثم عاودت الظهور عند عمق أقل لهو قريب من 20 كم أو 22 كم إذا الذي يحدث في المنطقة هو أن هذه الصخور نزلت إلى أعماق معينة بمعنى من 15 كم إلى 30 كم ثم عاودت الصعود من جديد إلى العمق أقل لهو قريب من 20 كم قلنا تقريبا 22 كم فهذه معلومة إضافية التي نجيبها دائما من دراسة السلاسل التحولية ولهذا فدراسة السلاسل التحولية هي مهمة في دراسة ظاهر التحول ككل إضافة إلى هذا فإن هذه السلسلة التحولية تعطينا معطاية جديدة وهي ما هي الظروف الأساسية أو ما هي العوامل الأساسية في التحول ولوش عندنا فقط الضغط في الحالة السابق الذي درسنا في الم يتد الأساسي أو عدنا الضغط ودرجة الحرارة فكبلنا أن إلا نريد أدوذ الضغط وأدنا التغيير للدرجة الحرارة وأن إلا نريد أدوذ س chord فعدنا التغيير للدرجة ويضا تغيير للدرجة الحرارة وهذا يدل على الظروف الأساسية في التحول إذا كما قلنا الضغط ودرجة الحرارة واللي منها كان قدرنا نخرجه نوع التحول الذي تعرفه المنطقة وأيضا نوع السلسلة الجبلية الحديثة التي ندرسها لمعطيناها في البداية ثم هذك خلينا نعطيه تساؤل اللي غدين حاولوا نجاوبه للفيديو المقبلة لهو ما هي أنواع التحول التي تعرفها المناطق اللي فيها السلسلة الجبلية الحديثة وأيضا ما هي العلاقة بين هده النوع للتحول والنوع السلسلة الجبلية الحديثة هذا سنجيب عنه في الفيديو المقبلة وفي انتظار ذلك كنتمنى تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى اللقاء